اشتركوا في قناتنا لتصلكم كل الأخبار الرياضية لحظة بلحظة في تغطية خاصة لمباريات كأس العرب قطر 2021 والآن لنبدأ يصطدم منتخب المغرب متصدر المجموعة الثالثة بنظيره الجزائري وصيف المجموعة الرابعة في قمة ربع نهائي بطولة كأس العرب 2021 وذلك إن شاء الله يوم السبت الموافق للحادي عشر من ديسمبر 2021 وذلك على استاد الثمامة بمدنة الدوحة وقد تصدر المنتخب المغرب مجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة برصيد تسع نقاط بعد فوزه على فلسطين والأردن والسعودية فيما حل المنتخب الجزائري ثانيا في المجموعة الرابعة بعد فوزه على السودان ولبنان وتعودله مع المنتخب مصر وحسمت قاعدة اللعب النظيف صدرت المجموعة لصارح المنتخب مصر بعدما حصل منتخب الجزائر في مشواره بكأس العرب على بطاقتين صفروين أكثر من منتخب الفراعينة بجانب بطاقة حمراء وستنطلق صافيرة بداية لقاء المغرب ضد الجزائر إن شاء الله في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت جرينيتش الثامنة مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر التاسعة مساء بتوقيت مصر العاشرة ليلا بتوقيت السعودية الحادي عشر ليلا بتوقيت الإمارات وستبث منافسات كأس العرب عبر قناة بنيت سبورتس واحد واثنان بدون تشفير وكذلك عبر قنوات الكأس القطرية المفتوحة حظا موافقا للمنتخبين لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما